في حالة النهاردة ان شاء الله هنعمل الصورة دي والمميز ان احنا هنقدروا نعملها في البيت بتاعنا بالموبايل فقال للامكانيات من غير ما نكلفك اي حاجة خالص وكمان في دقايق بسيطة السلام عليكم اهلا بكم في حالة جديدة وموضوع جديد تمنى قبل ما نبدأ مع وضعنا تعمل لايك وكومنجت وكمان متابعة لو انت مش متابعة اي حد مهتم بافكار الصور بالموبايل في البيت ياريت انك تبعت له الفيديو ده لان هي سلسلة متكاملة تمنى انا اكون بفيدك ويلا بينا نبدأ موضوعنا النهاردة في البداية هاختر اي مصدر اضاءة عندي في البيت سواء كان شباك او كان بلكونة او اي شيء يكون في مصدر اضاءة الصورة بتاعتنا لي هنتصورها لسكن الضوء الوحيد اللي هنيعتمد عليه هو ضوء البلكونة او الشباك هنطفي كل الانوار المعبودة في المكان هبتدي ان انا اخلي الموبايل اللي انا بصور بي اخلي حد يصورني او اسبتو عن ترايبود وهبتدي ان انا اتصور صورة من الاتجاه ناحية الشمال كأنك انت واقف كده وشخص واحد جنبك للزبط تخلي الموبايل واقف في الاتجاه بتاع الشمال وتبتدي تتصور صورة زي ما انا ما عملت كده بالزبط تبص بقى في اي اتجاه ناحية الاضاءة اللي معمولة دي انا مثلا هنا كنت بشرق حاجة فابتديت ان انا امسكها وبصيت مثلا في زاوية لفوق ناحية الشمال وتلعت معايا الصورة بالشكل ده ولكن الصورة نراقصها بعض الحاجات عشان تكمل ويكون شكلها افضل بكتير وهنا رحت للتطبيق اللي هستخدمه وهو تطبيق بيكس ارت وابتديت ان انا استخدم ادوات بسيطة جدا بعد ما رفعت الصورة ان انا اجي عند الادوات واختار اداة القص او الكروب وابتديت ان انا اقص الصورة بتاعتي يكون بشكل مناسب وكمان تكون بشكل مريحة للعين انا ركزت نقاط التركيز دي اللي هم الاربع نقاط دولة على مثلا النور اللي جاي على وشي او مثلا الكوباية وهكذا وبعد ما قصيت الصورة بشكل مريح ابتديت ان انا اجي عند حاجة اسمعها او فنت وهبتدي ان انا اضيف اي فلتر يعجبني فانا مسلا اخترت الفلتر ده وبعد كده ابتديت ان انا اروح عند اخر اداة بقى هستخدمها وهي اداة انواسك من الاداة دي بيجي منها حاجة من الادوات اسمها شادو او ظل بيوفرني ظلال كتيرة جدا منها الظلال بتاعة الاشجار او الظلال الشمبيك ولكن انا اخترت الظل اللي هو مناسب مع مصدر الاداة اللي انا مستخدمه وهو اللي هو الخطوط البيضة والسودة اللي بتطلع من الشباك او البلكونة ولكن حاولت ان انا اغير الاتجاه بتاعها بحيس يكون نفس اتجاه مصدر الاداة وتكون شكلها مناسب عشان تكون الصورة مريحة للعين وهو كعيائك الزبط بقى تقلن مثلا من الشفافية بتاعتها او تخير درجة اللون بتاعتها برحتك وبعد ما تخلص خالص تقدر انك انت ندوس على علامة الزحي من فوق وكده تكون الصورة بتاعتك اتعمل فكرة صورة بسيطة عن طريق الموبايل في البيت بتاعنا بدون اي مجهود اتمنى ان انت تكون استفاد وتنساش بقى قبل انهي حلقتنا تعمل لايك وكومنت وهتلاقي في وصف الفيديو لينك السلسلة بالجامل تقدر تشوف افكار تانية تقدر تعملها في البيت بالموبايل بقلن امكانيات وبشكل مجان انا يحيا الشفعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته